نكمل محضراتنا عن الـ Variable الـ Variable Bit يستخدم مثل Relay هنصمم برنامج لمطر يعمل ويقف من مكان واحد هنروح للـ BitLogic مفتاح التشغيل على I0.1 ومفتاح الـ Carp على I0.0 وـ Output نضع على الـ Variable Bit لديكم في 0.0 وـ Latch في 0.0 ونأخذ نقطة ثانية مفتوحة من الـ Variable Bit نوصلها بالـ Motor على Q0.2 نقوم بعمل الـ Export نساب على الـ Desktop ون نذهب للـ Simulation Load Program ونضع نقوم بعمل نضع على I0.1 كده الـ Output شغال معنا على Q0.2 نفصل من I0.0 نعم Stop نعمل Delete للبرنامج ده ونشوف برنامج غيره مرة دي هنصمم برنامج بحيث يكون الزمن متغير فهنحتاج لـ Timer و الـ Variable هنشوف هنعمل ازاي هذا مفتاح التشغيل على I0.0 وناخد Timer On Delay وناخد T200 وقلنا ان الـ Time Variable فالـ Preset Value هتب VWord 0 ليه استخدمنا الـ VWord لان الـ VWord و الـ VByte و الـ VDWord يستخدموا كذاكرة لتخزين البيانات تمام فانا اخد نقطة مفتوحة من Timer T200 نوصلها بـ Output Q0.0 فانا اخد نقطة مفتوحة من Timer ونحصلها بـ Output نضعها على Q0.1 ترجمة نانسي defenders أول محط CPU فدران إلا سيحصل دي نوة ملقة فكيف 0.1 سيعمل معي تمام شغال سيفضل شغال لحد ما أشغل الطايمر أي وقت أنا أريد على I 0.1 يبتدي Q0.0 يشتغل فصلت شلت يدي من على I 0.0 ابتدت Q0.1 يشتغل نضغط في زمن ثاني على I 0.0 يشتغل Q0.0 نفصل الإشارة يشتغل Q0.1 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر